الحوار الوطني والأحزاب السياسية تشهد برعاية الرئيس السيسي لملف الحفص الاحتياطي ودعمه لتوسيط الحوار نشاط مكثف لرئيس الوزراء في بكين يتكلل بتوقيع عدد من عقود المشروعات المشتركة مع الجانب الصيني في مختلف المجالات والعفو الدولية تدعو للتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية بقطاع غزة والمنظمات الأهلية الفلسطينية تتهم الاحتلال بمنع وصول التواقم الطبية لمراكز تطايم الأطفال الثلاثة مساء بتوقيت القاهرة الثلاثة عشر بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى مازالت ردود الفعل الإيجابية تتوالى إزاء إصدار قرار الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجرى التحقيق فيها قبل النيابة يأتي ذلك استجابة سريعة من الرئيس السيسي لتوصية الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي حيث أصدرت النيابة العامة على إثرها بيانا أعلنت فيه صدور قرار بإخلاء سبيل 151 متهما محبوسين احتياطية اهتمام كبير أولاه رئيس عبد الفتاح السيسي بالحوار الوطني الذي كان ولا يزال داعما له في كل التحركات ومستجيبا لكل التوصيات الصادرة عنه ليؤكد يوما تلو الآخر إيمانه الشديد بأهمية الحوار المجتمعي في بناء الجمهورية اليديدة وفي ظل هذا الإيمان الكبير وفي استجابة سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي تم الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجري التحقيق فيها من قبل النيابة وأصدرت النيابة العامة بدورها بيانا أعلنت فيه صدور قرار بإخلاء سبيل 151 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يجري التحقيق فيها من قبل النيابة قرار رئيس السيسي حظي بإشادة بالغة من مجلس أمناء الحوار الوطني الذي اتقدم بالشكر للسيد الرئيس على سرعة الاستجابة وعلى دعمه الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة مجلس الأمناء أكد كذلك أن الرئيس السيسي منذ تدشين الحوار الوطني لا يدخر جهدا لتنفيذ أي توصيات يخرج بها هذا الحوار المجتمعي الشامل والبناء منوها بأنه سبق للرئيس السيسي استخدام كل صلاحياته الدستورية المتاحة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني حيث وجه الحكومة مرات عديدة بإنفاذ وتفعيل جميع مخرجات الحوار الوطني كما أثار القرار ردود أفعال إيجابية واسعة بين المواطنين والأحزاب السياسية الذين ثمنوا رعاية رئيس السيسي لملف الحبس الاحتياطي والتزيام الدولة المصرية بتحسين الأوضاع الحقوقية وتعزيز قيم العدالة مؤكدين أن قرار العفو يمثل نقطة إيجابية تعكس إرادة الدولة لترسيخ قيم المواطنة وثوابت الجمهورية الجديدة وتعزيز روح المصالحة الوطنية وبناء مجتمع أكثر تسامحا وتعاونا اشتركوا في القناة شاهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع عقود نهائية لحزمة مشروعات جديدة لتصنيع المنتجات الكيميائية والغذائية وإنتاج البروم ومكونات الطاقة المتجددة التي ستقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يأتي ذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي تستضيفه العاصمة الصينية بكين حيث أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين التعاونات التي تم توقيعها اليوم بإجمالي استثمارات تتخطى المليار دولر تتضمن أولى مشروع من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا لصناعة البروم والذي يتكامل مع مشروع إنتاج الكلورو الفيل الذي تم توقيعه اليوم أيضا مما يعكس رؤية اقتصادية لقناة السويس في إقامة تجمعات صناعية متكاملة فضلا عن توقيع عقود للمنتجات الغزائية ودعم سلاسل التوريد وإنتاج الطاقة مؤكدا أن هذه المشروعات سوف توفر ما يزيد عن 3000 فرصة عمل مباشرة شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالعاصمة الصينية بكين على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي مراسم توقيع عقد مشروع شركة شانداي للكيمويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث يستهدف المشروع إنشاء مجمع صناعي عالميا لاستخلاص مادة البروم باعتماد على استخدام نواتيك تحليل مياه البحر التي يتم هدرها وتصريفها في البحر وأوضحها رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن المشروع يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأنه يأتي في إطار تكلفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة البروم مشيرا إلى أن المشروع يقام على مساحة 120 ألف متر مربع بإجمالي استثمار تصل إلى 110 ملايين دولار التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برئيس مجلس إدارة مجموعة فامسون أجريفام العالمية ذلك على همش مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي بالعاصمة بكين وأكدمت بولي خلال اللقاء متابعته لما قامت به الشركة من تعاون مع شركة مستقبل مصر وذلك بهدف إنشاء صوامع بطاقة تخزينية تصل إلى 500 ألف طن بمشروع الدلتة الجديدة منوها إلى أن هذا المشروع تم تنفيذه وفقا لأحدث النظم المتبقة في هذا المجال وتم افتتاحه خلال مايو الماضي ومن جانبه أشار داري جون إلى أن الشركة ساهمت في إضافة قدرة تخزينية تصل إلى 5 مليون طن مؤكدا في الوقت ذاته على سعي الشركة للتوسع في مشروعاتها في مصر في العديد من المجالات وذلك بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في مصر وتوفير العديد من فرص العمل للشباب المصري التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيسي شركة تيدا وينخو بفار جروب ذلك على همش حضوره قمة منتذى تعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة بكين يابتنا عن رئيس سيسي حيث أكد مدبولي استعداد الحكومة المصرية لدعم توسعات شركة تيدا في مصر من خلال منح المزيد من الأراضي معربا عن تطلعه لجذب الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة للمنطقة الصناعية الخاصة بتيدا مع استعداد الحكومة لمنحها الحوافز اللازمة في هذا الشأن من جانبه أوضح رئيس شركة تيدا أن الشركة تعمل بالفعل على جذب المزيد من الشركات للمنطقة الصناعية متوقعا أن يصل عدد الشركات العاملة بها إلى 200 شركة بحجم استثمار يبلغ 3.5 مليار دولار خلال التوسعات المستقبلية متطرقا إلى إمكانية التعاون بين الجانبين كذلك في مجال التوليد الطاقة من النفايات التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس إدارة شركة جريت وول موتورز الصينية المتخصصة في صناعة السيارات والشاحنات جاكوي واخدال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام مصر بتوطين صناعة السيارات خاصة السيارات الكهربائية أو الهايبرد مؤكدا أن الثقة في قدرة الشركة على تنفيذ هذه النوعية من السيارات في مصر مشيرا إلى أن لدى القاهرة مجموعة من الحوافز والإعفاءات التي يتم تقديمها لمن يتيح هذه النوعية من السيارات من جانبه أوضح رئيس الشركة الصينية أنهم سيعتمدون على مصر ليس فقط لسد احتياجات السوق المحلية من منتجات السيارات بل أيضا لتصديرها مع قطع الغيار المنتجة إلى دول الجوار بفضل الاتفاقيات التي وقعتها مصر والتي تمثل حافزا مهما لتشجيع التصدير منها التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المدير العام لشركة جي اي سي لصناعة السيارات وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أعلى استعداد لمنح الشركة حوافز إضافية منها منح الشركة الرخص الذهبية في حالة الاستثمار في مصر مما يسهم في تيسير إجراءات تأسيس الشركة وبدوره أعرب المدير العام لشركة جي اي سي لصناعة السيارات عن تقديره لدعم رئيس الوزراء لتطلعات خطط الشركة المستقبلية للاستثمار في مصر مشيرا إلى أن هناك إقبالا على سيارات الشركة في السوق المصرية حيث بلغت ألفي سيارة في العام أكد الرئيس الصيني شي جي بينغ أن بلاده سوف تقدم مساعدات عسكرية لإفريقيا بقيمة مليار يوان أي ما يعادل نحو 150 مليون دولار أمريكي وأشر الرئيس الصيني إلى أن بكين مستعدة لتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والبنية الأساسية والتجارة والاستثمار مع إفريقيا فضلا عن تعزيز وتبادل الخبرات في مجال الحوكمة مع القارة الإفريقية علاقات تاريخية تربط بين الصين والقارة الإفريقية تتطور باستمرار في ظل مزيج الدعم السياسي والتعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي هذا التعاون والقرب الشديد عكس خلال منتدى التعاون الصيني الإفريقي وهو ما أكده خطاب الرئيس الصيني شي جي بينغ أمام القادة الأفريقة الحاضرين الرئيس الصيني أكد أن بلاده سوف تقدم مساعدات عسكرية لإفريقيا بقيمة مليار يوان أي ما يعادل نحو 150 مليون دولار أمريكي كما ستطلق الصين تدريبات ودوريات عسكرية مشتركة وأشار كذلك إلى أن بكين مستعدة لتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والبنية الأساسية والتجارة والاستثمار مع إفريقيا فضلا عن تعزيز وتبادل الخبرات في مجال الحوكمة مع القارة الإفريقية وتعهد شي كذلك بتمويل مشروعات في إفريقيا بقيمة 50 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتقديم المساعدة الاقتصادية عبر خلق مليون وظيفة في القارة لافتا إلى استعداد بلاده لمساعدة إفريقيا على تحسين قدرتها في الحفاظ على الاستقرار الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل أكد الرئيس الصيني أيضا استعداد بلاده لإنشاء 24 مشروعا رقميا لتعزيز الثورة التكنولوجية في إفريقيا و30 مشروعا لربط البنية التحتية وتعزيز مشروعات مبادرة الحزام والطريق وإنشاء منصة مشتركة للاستخدام السلمي للطاقة النووية ولم يغفو الشي عن اليانب الصحي حيث أشار إلى قدرة بكين على تقديم كل المساعدات الممكنة لمكافحة الأوبية في أفريقيا وإطلاق أشياء مشروعا طبيا وصحيا بها هي تعهدات وتاكيدات أكد من خلالها الرئيس الصيني الأهمية الكبيرة التي توليها بلاده للقارة الإفريقية وتحديدا في هذا الوقت الهام المليء بالتحديات التي يمر بها العالم أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية اليونان جيرا بيتر تيس في ضوء خصوصية العلاقات التاريخية ما بين البلدين والحرص على متابعة مسارات التعاون القائمة وخلال المداخلة الهاتفية أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على استمرار تعميق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط ما بين البلدين وتعزيزها في كافة المجالات وتطويرها كما ناقش الوزيران الاستعدادات الخاصة بالقمة الثلاثية العاشرة مع قبرص خلال الفترة المقبلة وأيضا تطورات أزمة قطاع غزة وتداعيتها الإقليمية واتفق على أهمية العمل سويا على خفض وطيرة التوتر والتصعيد التي تشهدها المنطقة إن التاريخ أمام تلك الحرب يسجل بأساتاً كبرى أنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها السابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحميل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصارة أو تحقيق الأمن ذكرت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل دمرت أراضي زراعية ومباني مدنية بشكل غير قانوني على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة ودعت المنظمة في بيان لها إلى إجراء تحقيق بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية الرامية إلى توسيع المنطقة العازلة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة المحتل بشكل كبير باعتبارها تشكل قريمتي حرب هما التدمير غير المبرر والعقاب الجماعي يتي هذا فيما اتهمت المنظمة الأهلية الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع وصول طواقم الطبية إلى مراكز تطعيم الأطفال ضد الفيروس فيروس شرل الأطفال وذلك في قطاع غزة فأضافت المنظمات أنه تم تطعيم ثلث العدد المستهدف من حملة التطعيم في قطاع غزة مؤكدة الأهمية البالغة لضرورة استمرار هذه الحملة من أجل الوصول لكافة الأطفال لمواجهة هذا الوباء خشية من انتشاره على نطاق واسع ولسيما بعد اكتشاف الحالة الأولى للإصابة به بعد انقطاع دام 25 عاما اشتركوا في القناة أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلي انسحبت من مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية بعد عشرة أيام من العملية العسكرية العنيفة والمتواصلة التي أودت بعد حياة عشرات الشهداء والجرحة وخلفت ضمارا واسعا أما في قطاع غزة لا تزال أليات الاحتلال تطلق النار بشكل عشوائي تجاه خيام النزحين وذلك في عدد من المخيمات والمدن وسط وجنوب القطاع هنا في الضفة الغربية حرب أخرى يروي بها الاحتلال ضمأه من دماء الفلسطينيين ليكمل نهمه في القتل والإبادة بعدما اعتاد عليها في قطاع غزة واستضم بصمود الفلسطينيين رغم كل تلك الوحشية محاولات هنا وهناك من قتل وتدمير وتجويع مستخدما كل أدوات معادات الإنسانية أعله يهز صمود للفلسطينيين المرابطين على أراضيهم في كل بقعة وحتى آخر نفس لا تكاد تمر ليلة إلا وتقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة قرى وبلدات بالضفة وتداهم عددا من المنازل وتلقي القبض على عدد من الشباب وتشتبق معهم لتخلف عددا من المنازل المدمرة وشهداء ومصابين فبعد عشرة أيام من بدء جيش الاحتلال عمليته العسكرية في الضفة التي أودت بعشرات القتلى والجرحى وخلفت دمارا واسعا انسحبت القوات الإسرائيلية من مدينة جينين ومخيمها ولكن جيش الاحتلال أعلن أنه سيعود إلى جينين وأن العملية لن تتوقف إعلان الاحتلال تزامن مع خوف المواطنين من عودة قوات الاحتلال لاقتحام المدينة ومخيمها بعد انسحابها وانتشارها على الحواجز العسكرية المحيطة كما حدث في مرات عديدة سابقة فقد أدت العملية الإسرائيلية الأخيرة في جينين إلى استشهاد وإصابة العشرات حتى إنها وصفت بالأعنف منذ عام 2002 أما في قطاع غزة فلم يهدى القصف والتدمير ففي آخر التطورات واستحصلت أكثر من 130 ألفا بين شهيد وجريح لا تزال آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار بشكل عشوائي تجاه خيام النازحين في عدد من المخيمات والمدن وسط وجنوب القطاع هي خطوات استفزازية وتصيد تمارسه سلطة الاحتلال ومحاولة فتح جبهات قتالية جديدة قد تجر المنطقة لحرب إقليمية فعلى رغم من أن الاحتلال لم يحقق نتائج فعلية على الأرض من عملياته في قطاع غزة ها هو يسعى لأي مبرر يتعلل به في تبريل فشله المعهود أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أكدت أن الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للمدنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ نوفمبر 2023 وأضافت الوكالة الأممية أنه مع استمرار الحرب في غزة تتزايد أعمال العنف والدمار في الضفة الغربية كل ساعة مشيرة إلى أن هذا الأمر غير مقبول ويجب أن يتوقف حالا وبموازات لعدوانها على غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر من عام 2023 وأسعى الجيش الإسرائيلي عملياته وصعد المستوطنون اعتداءهم بالضفة الغربية المحتلة مما أسفر عن استشهاد ستمائة وواحد وتسعين مواطنا وإصابة نحو خمسة ألاف وسبعمائة واعتقال ما يزيد عن عشرة ألاف وأربعمائة وذلك وفق مؤسسات رسمية فلسطينية ترجمة نانسي قنقر لا يزال تدفق المساعدات على قطاع غزة رغم التدقيق والفحص والتعنت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر كرمي أبو سالم المزيد من التفاصيل حول تلك الجهود والعرقيل التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي يطلعنا عليها الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري نتابع نعم تحياتي إليكم من مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ونرصد أهم الأخبار عن معبر رفح وعن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة وعن الحالة بصفة عامة حيث أننا اليوم في اليوم رقم 337 لبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان من أبرز الأحداث التي مرت بالأمس الخميس هو زيارة السيد محافظ شمال سيناء إلى معبر رفح وبصحبته وفد من برنامج الأغذية العالمي وكان معه أيضا السفير الألماني بجمهورية مصر العربية يورين شولتز وتفقد طبعا قبل الزيارة لمعبر رفح تم تفقد مخازن الهلال الأحمر بمدينة العريش للوقوف على توفر الأدوية واللقاحات التي تتوجه إلى قطاع غزة وطرق تخزينها وكان من اللافت للنظر أنه بالأمس تم مرور نحو ستين شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم تم رجوع أكثر من إحدى وثلاثين شاحنة مرة أخرى بعد تفتيشها تفتيشا دقيقا وعادت محملة بالمواد الغذائية مرة أخرى من دون أن تدخل إلى غزة وكان هذا على مرأة ومسمع من برنامج الأغذية العالمي وأيضا على مرأة ومسمع من السفير الألماني الذي أجاد بالجهود المصرية في توفير وتيسير ودخول المساعدات إلى غزة وأيضا قال بأنه سينقل هذه الصورة كاملة إلى الحكومة الألمانية صورة التعنت الإسرائيلي لأنه رأى بعينه الشاحنات وهي تعود وبسؤال بعض الشاحنات تبين أنه لا يوجد سبب معروف لرجوع الشاحنات ولكنه يبدو ضمن سلسلة التجويع التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أخيرا لدينا المرحلة الثانية من تطعيم شلل الأطفال والتي بدأت من الخامس من سبتمبر الجاري وتستمر حتى يوم الثامن من سبتمبر الجاري وتستهدف ثلاثمائة وأربعين ألف طفل فلسطينية دون سن العاشرة كانت هذه أبرز الملامح لليوم السابق واليوم والغد يعتبر أجازة في معبر كرم أبو سالم وبالتالي لا توجد شاحنات تمر عبر المعبر في هذين اليومين أعود إليكم من العريش التلفزيون المصري باسم أبو لعي أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربيش أن غارة استهدفت منذلا في بلدة الظهيرة جنوبي البلاد ويأتي ذلك فيما أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف موقع معيان باروخ بمسيرة انقضاضية وتمت إصابته بدقة وذلك في المقابل أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن العديد من المباني في المطلة تعرضت لأضرار إثل إطلاق ثلاث صواريخ مضادة للدروع في جنوب لبنان قال رئيس الأوكراني فولادمير زيلانيسكي أن القوات الأوكرانية قام بشني هجوم على كارسك ردا على الهجمات الروسية وأوضح زيلانيسكي أن روسيا خسرت نحو ستة ألاف جندي بين قتيل وجريح داعيا الحلفاء لتجاهل الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس الروسي فولادمير بوتن وأضاف زيلانيسكي أن كييف تركز جهودها على سبل إنهاء الحرب وتسعى لإجبار روسيا على السلام أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار أكد وزير الدفاع الأمريكي لعيد أوستن أنه يجب على أوكرانيا أن توصل إنتاج أسلحتها بنفسها وأوضح أوستن أن واشنطن خصصت أكثر من 200 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا في إنتاج بعض المعدات العسكرية مضيفا أنه إذا لم تتمكن أوكرانيا أو لم تكن حرة فإن العالم لن يكون آمنة يأتي هذا فيما أكدت الحكومة البريطانية أنها ستزود أوكرانيا بإجمالي 650 صاروخا خفيف الوزن متعدد الأدوار بقيمة 162 مليون جنيه استرليني للمساعدة في حماية البلاد من الطائرات المسيرة والقصف الروسية وشنت روسيا الأسبوع الماضي أكبر هجوم جوي على أوكرانيا منذ بداية الهجوم في أوائل عام 2022 وطالبت أوكرانيا مرارا بالمزيد من الدعم الدفاعي الجوي لحماية نفسها وقالت وزارة الدفاع البريطانية أن الصواريخ التي تصنعها شركة تالس يبلغ مدها أكثر من 6 كيلومترات ويمكن إطلاقها من منصات متنوعة من البر والبحر والجو ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار أنتينغ القوي الذي ضرب الفلبين إلى 16 قاتيلاً و11 مصاباً علاوة على فقدان 17 شخصاً آخرين ذكرت الهيئة الوطنية الفلبينية للحد من المخاطر أن أكثر من مليوني شخص في عشرة مناطق بالبلاد تضرروا جراء الإعصار من بينهم 36 ألف شخص اضطروا للعيش في 424 مركز إجلاء وقدمت السلطات الفلبينية المساعدات بقيمة أكثر من 92 مليون بيسو فلبيني لنحو 102 ألف أسرة متضررة في 9 مناطق أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الصينية أن شهر أغسطس هذا العام هو أكثر الشهور حراً في البلاد منذ عام 1961 واضفت الهيئة أن الصين شهدت درجات حرارة مرتفعة جداً ولفترات طويلة في أغسطس الماضي مضيفة أن متوسط درجات الحرارة أعلى الصعيد الوطني كان الأعلى للفترات نفسها منذ عام 1961 وأوضحت الهيئة أن متوسط درجات الحرارة في كل أنحاء البلاد بلغ 22.6 درجة في أغسطس أي أعلى بمقدار 1.5 درجة من الفترة نفسها من العام الاعتيادي وتوقع علماء المناخ أن يكون عام 2024 العام الأكثر حراً على الإطلاق الذي يشهده الكوكب بسبب احترار المناخ أطلقت تلصين عشرة أقمار صناعية على متن صاروخ حامل من تراز لونج مارش 6 من مركز إطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة شانسي شمالي البلاد دخلت الأقمار المدارة المحدد لها مسبقاً بنجاح ذكرت الصين أن مجموعة جيلي 3 والمكونة من عشرة أقمار صناعية تعد أول مجموعة تجارية متكاملة في العالم لأغراض الاتصالات والملاحة والاستشعار عن بعدها تعد هذه المهمة الرحلة رقم 534 لسلسلة صواريخ لونج مارش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اختتم مطار العالمين الدولي معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 20-24 بمدينة العالمين الجديدة وشارك في المعرض 250 دولة من مصنع الطائرات وصناعات الفضاء بالإضافة إلى ممثل العديد من الموظمات الدولية والإقليمية في مجال صناعة الطائرات والفضاء هذا المشهد المهيب للصفاف الطائرات في مطار العالمين الدولي كان إذانا بختام معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء خلال أيام المعرض تنوعت العروض الجوية التي شاركت بها الطائرات المدنية والعسكرية والطائرات بدون طيار دي أول نسخة من معرض الطيران في مصر وزي ما بنقول الحمد لله النسخة دي اتولدت كبيرة وده ممكن نقولي أنا ممكن أبقى متحيز عشان مصر للطيران لكن أنا بكلم على اللي بسمعه من كبرى الشركات اللي موجودة في المعرض لقد جئنا هنا للمعرض لعرض الطائرة بدون طيار واكتشاف الألغام والتعديل وهي تعمل بالذكاء الاصطناعي وهدفها العمل في البيئات الخطرة وقد تستخدم في بعض الأحيان لأغراض عسكرية والمعرض هنا فرصة جيدة لنا لعرض منتجاتنا وتبادل الخبرات مع غيرنا فضلا عن توقيع اتفاقيات للشراكة حيث أن المعرض مليء بالفرص الواعدة وهو ما يعد شيئا هاما للتسويق لنا عالميا المعرض جاء كفرصة أساسية لتوقيع الاتفاقيات المختلفة ومنها اتفاقية بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة داتسو الفرنسية لتدريس دفعة أولى بمعايير مصرية فرنسية بمدرسة الهيئة العربية لتصنيع التكنولوجيا التطبيقية في مجال الطائرات احنا بنتعاون مع شركة داتسو الفرنسية داتسو أفيشن الفرنسية في مجال تصنيع بعض هياكل الطائرات من طراز فالكون ورفال الخاصة بشركة داتسو العالمية ودي شركة كبيرة في صناعة الطائرات وده الحقيقة تعاون بين الهيئة العربية التصنيع وشركة داتسو أفيشن متمثل في مصنعي الطائرات والمحركات إدارة الهيئة بتهتم اهتمام شديد وبالغ الأهمية بالكوادر البشرية وبذات بناء القدرات الهيئة لها دور قوي جدا في التدريب والتأهيل التكنولوجيا أو الصناعات الزكية أو التكنولوجيا اللحام ولكن الهيئة واخدى جانب آخر هو الخدمة المجتمعية تشتغل الخدمة المجتمعية لتأهيل وتخريج طلاب خريج الإعدادية عشان يخرجوا في الآخر فنيين متميزين معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء استضاف أكثر من مئة دولة ومئات الشركات والشخصيات المتخصصة بعلوم الفضاء وتكنولوجيا الطيران وتصنيع الطائرات الموجهة أو الطائرات بدون طيار كاريم بيبرس التلفزيون المصري تعد مبادرة الشراء الموحد للمواد غير الفعالة خطوة استباقية لتعزيز سلسلة المداد الدوائية عبر تأمين احتياطي استراتيجي مع التركيز على توطين تصنيعها وتهدف المبادرة إلى تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة عبر توحيد عملية الشراء لما يعزز الحصول على صفقات أفضل بجودة ثابتة ويمنع تقلبات السوق على المدى القصير مبادرة جديدة تطلقها الدولة في إطار استراتيجيتها لاستقرار سوق الدواء وحماية الأمن الدوائي الوطنية مبادرة الشراء الموحد للمواد غير الفعالة تعد خطوة استباقية لتعزيز سلسلة الإمداد الدوائية عبر تأمين احتياطي استراتيجي مع التركيز على توطين تصنيعها وتسعى المبادرة إلى توطين 280 مادة غير فعالة على أن يتم البدء ب30 مادة غير فعالة والتي تمثل أكثر من 60% من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة والتي بلغت 100 مليون دولار سنوياً المبادرة تهدف أيضاً إلى تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة عبر توحيد عمليات الشراء مما يعزز الحصول على صفقات أفضل بجودة ثابتة ويمنع تقلبات السوق على المدى القصير خطوات تتخذها الدولة لبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة في المجالات كافة والهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية وهو ما يصب في نهاية الأمر في صالح المواطن حصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جائزة الشارقة للاتصال الحكومي العام الحالي لأفضل محتوى اتصالي وإعلامي في الحفل الذي نظمته حكومة الشارقة بالإمارات لتكريم النماذج الناجحة في مجال الاتصال الحكومي وقال مساعد رئيس مجلس الوزراء أسامة الجهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إن حصول المركز على جائزة الشارقة والتي تمنح للمتميزين سنوياً للاحتفاء بالإبداع في مجال الاتصال الحكومي يأتي تتويجاً للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية على صعيد الاتاحة المعلوماتية والبحثية للمركز سواء من خلال إصداراته المختلفة أو منتجاته المعرفية على منصاته الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار تنفيذ توجهات مجلس الوزراء بضرورة الدعم الأنشطة الابتكارية ومتطلبات التحول الرقمي ومواكبة التطورات العالمية في المجال البحثي والإتاحة المعلوماتية ترجمة نانسي قنقر أكد وزير المالي أحمد داكوجكا أن مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة العام المالي الحالي جيدة وتدفع جهود الاستقرار الاقتصادي جاءت التصريحات الوزير خلال لقائه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وأضاف الوزير أن الحكومة تدرس إصدار سندات خضراء وسكوك محلية في إطار استراتيجية خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي وأن تطلعوا للاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في تطوير عمليات إصدار السكوك المصرية التقى وزير البترول كريم بدوي مع رئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل ورئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبحث الجانبان تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في إطار دورها المستمر منذ عام 2008 لدعم قطاع البترول المصري والمساهمة في تحقيق التطوير والتحديث المنشود حيث تمويل المؤسسة أو حيث تمويل المؤسسة سنويا الهيئة المصرية العامة للبترول لتأمين جزء من مشتريات الزيت الخام والمنتجات البترولية كما تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي راني المشاط ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة نيسونبل والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تبعت معه موقف التعاون ما بين مصر والمؤسسة وفتح آفاق تعاون جديد في إطار أولويات الحكومة المصرية تطرقت المشاط خلال اللقاء إلى أولويات المرحلة الحالية التي تسعى الحكومة خلالها إلى تمكين القطاع الخاص وتطوير البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجلبي بما يزيد من حجم الاستثمارات وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلية بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير مع وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف أسليطي تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة وخلال اللقاء ناقش الجانبان سبل زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر وخاصة في مجال الصناعة كما تناولت المباحثات دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين الاستعراضي وتحديد الفرص الاستثمارية بقطاع النقل والصناعة اشتركوا في القناة تابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير مع السفير البريطاني في القاهرة جاريث بايلي عددا من المشروعات المشتركة بحث الجانبان فرص التعاون المستقبلي في مجالات الصناعة والهيدروجين الأخضر وطاقة المتجددة تناولت المباحثات مستجدات التعاون في مشروع المونريل حيث قام الجانب البريطاني بتوفير التمويل الخاص بالمشروع كما تم تباحث حول آخر المستجدات الخاصة بتفعيل اتفاقية الشراكة الصناعية والتجارية لتعزيز التعاون في المجالات الصناعية واللوجستية الموقعة في العام 2022 بالإضافة إلى مذكرة التفاهم الموقعة في العام 2021 لتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير في التكنولوجيا والصناعات المتقدمة سجلت الصدرات الزراعية زيادة قدرها 800 مليون دولار و400 ألف طن خلال تسعة أشهر وبلغ إجمالي الصدرات الزراعية المصرية 6.1 مليون طن من بداية العام وحتى الآن بقيمة تجاوزت 3 مليار دولار موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا عن جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال شهر أغسطس الماضي حيث أكدت الوزارة على حرص واهتمام الوزارة لدعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030 والمبادرات الرئاسية بالمحافظات وأوضحت الوزارة أن وحدة السكان المركزية قامت في شهر أغسطس بالمتابعة اليومية وتقديم الدعم الفني لفرق العمل السكانية بالمحافظات لتفعيل الأداء في العمل السكاني والتغلب على التحديات التي تعوق العمل بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب مع وزير التجارة التركي عمر بولات سو بولات تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة كما أكد الوزيران خلال اللقاء أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة والتي سبقتها زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر في فبراير الماضي تفتحان آفاقا أرحب للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين تفقد وزير الإسكان شريف الشربيني محطط معالجة الصرف الصحي بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء عقب تفقده لمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين تفقد وزير الإسكان الوضع الحالي للمحطة موجها بسرعة البدء في أعمال تأهيل ورفع كفاءة المحطة من أجل تقديم الخدمة في أفضل صورة لها والحفاظ على أصول المحطة والمتابعة الدورية لتقدم الأعمال بها وسرعة إنهاء أعمال التأهيل ورفع الكفاءة بحثت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مع الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر آليات تعزيز التعاون المشترك بين وزارات البيئة ومؤسسات وبرامج الأمم المتحدة وناقشت الوزيرة مع المسؤولة الأممية دعم برامج الأمم المتحدة لمصر في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة والتي أعلنتها مصر قبيل استضافة مؤتمر المناخ قاب 27 في عام 2022 وتم تحدثها مرة أخرى في عام 2023 يعد مصنع السجاد اليدوي مشروع المرأة المعيلة بمدينة رشيد في محافظة البحيرة من أهم المبادرات للمساهمة في تخفيف العبء عن السيدات المعيلات وتعليمهن حرفة ذات مردود اقتصادي بدأ المشروع في العام 2014 بتوجيهات رئاسية للاهتمام بالمرأة وتوفير فرصة عمل لها لتحقيق حياة كريمة بأنامل مصرية ومنتجات وطنية تأتي رشيد ضمن القائمة العالمية لصناعة السجاد اليدوي أحد أهم المشاريع الحرفية لمساعدة المرأة المعيلة وتدريبها وزيادة دخلها لتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها المشروع يأتي ضمن المبادرات الرئاسية للاهتمام بالمرأة وتوفير فرصة عمل لها وللمساهمة في تخفيف العبء عن السيدات المعيلات وتعليمهن حرفة ذات مردود اقتصادي وعلى مدار عقود اشتهرت مدينة رشيد عربيا وعالميا بصناعة السجاد اليدوي كانت البداية بإعادة مجد رشيد في تلك الصناعة في العام 2015 بتدريب 120 سيدة قادرة على صناعة أفخر أنواع السجاد العالمية وتميزت منتجات رشيد من السجاد اليدوي بأعلى مستوى من التصميمات العالمية التي تلبي أذواق الجميع في الداخل والخارج لمنافسة مثيله من السجاد اليدوي الإيراني والتركي الذي يرتكز في الأساس على جودة المواد الخام وصبغات الألوان ومن رشيد إلى باقي محافظات الجمهورية تسعى الدولة لتوطين وتطوير السجاد اليدوي للحفاظ على هذه الصناعة المهمة نظرا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم التنفسية وتنمية الاقتصاد المحلي كما تعمل على دعم وتمكين المرأة اجتماعيا واقتصادية وذلك بمختلف محافظات الجمهورية تشهد محافظة قنا تعاشا ملحوظا لصناعة الفركة الفرعونية إحدى أقدم الحرف اليدوية في مصر واستخدام المصريون القدماء النول الفرعوني لصناعة الزي المنسوج من الكتان والقطن وقد توارث أبناء القرية هذه الحرفة العريقة الفركة الفرعونية أشهر المهن اليدوية في محافظة قنا يعتبر أن نول الفرعوني أولى آلات النسيجة التي عرفها المصري القديم لصناعة الزي المنسوج من الكتان والقطن الأمر الذي توارثه أبناء قرية الخطارة في محافظة قنا التي تشتهر بصناعة الفركة النقادية منت النسيج دي يعني أنا حبيتي من بعد ثالثة ابتداية يعني وصلت لمرحلة التعليم الأساسية لحد ثالثة ابتداية وبعد كده كان فيه ناش شغالين نول يار منيني فبجيتها أقعد عنديهم عشان أتعلم النول وتعلمت النول واشتغلت وبعد كده برضو الضرماني كنا نشتغل حاجز مع الضرماني كي تصدر للم الضرمان في السودان وكي تجيب للبلد عملة صعبة فكان مرة تبقى صنع قويسي ومرة تصنع إياه يعني مش قويس هذه الصناعة أو الحرفة القديمة بدأت في الانتشار مجددا فلا يخلو منزل من منازل القرية إلا ويوجد به نول لصناعة الفركة القادية المميزة يعد العمل على النول اليدوي في الفركة القادية بمثابة حركة رياضية للعاملين عليه فاليدين والقذمين والعينين كل منها تعمل في وظيفة مستقلة عن الأخرى لكنها متناغمة تمر تلك الصناعة بعدة مراحل منها صبغة الخيوط وتلوينها ثم تركيبها على النول الخشبي ثم إنتاج الشال والمفروشات اليدوية سواء كانت الملونة المرسومة أو السادة على حسب طلب المستهلكين المهنة ديت ما كنتش عارفة ولا حاجة الأول اتدربت عليها والحمد لله بقيت أنتج مني هاد أرح وكذا يعني يعني باجي الصب حاجة الساعة تسعة وانا الساعة عشر يعني اذنين ما أخلص خدمة في البيت بقاجي أاجي يا أطلع لشال اثنين يعني تابع يعني كل يوم برزقه أبن عين جدي يعني الحاجة ديت والواحد طلع لقي عبوه وآله وشغالين فيه فأتعلمها يعني زي وراسة يعني يشير الحرفيون إلى أن المدونة في متحف اللوفر في فرنسا بينما كانت تعتبر السودان أكبر مستورد للشال النقادي والذي يتم تصديق الخارج عن طريق المصدرين ويقبل أيضا على شرائه السياح القادمين إلى مصر لهذا مشاهدين نكونوا قد وصلنا لنهاية هذه الجودة الإخبارية لن يتبقى فيها إلا التذكرة لأبرز مجأتها من الحياة الحوار الوطني والأحزاب السياسية تشيد برعاية الرئيس السيسي لملف الحبس الاحتياطي ودعمه لتوصيات الحوار الوطني نشاط مكثف لرئيس الوزراء في بكين يتكلل بتوقيع عدد من عقود المشروعات المشتركة مع الجانب الصيني في مختلف المجالات العفو الدولية تدعو للتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية بغزة والمنظمات الأهلية الفلسطينية تتهم الاحتلال بمنع وصول التواقم الطبية لمركز تطعيم الأطفال انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري في تمام السادسة لأولى إخبارية مجددة إلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر